هانا جينا بش نحضروا لكم البيتزا إبينا غيكوتا بس بنيخ وريكوتا انا مش هانا هو رياض هو اللي حكم واحنا هانا حضرنا القضية اللي لازمنا الكل بش نبدي ونحضروا البيتزا متاعنا دونك عندي هوني الفيرينة متاع وردة انا الحاجات اللي بش نخدمهم بالفيرينة نخدم كان بالفيرينة متاع وردة والغزولتا يظهر اللي تعرفوها الناس الكل غزولتا ما تكون كان ناجحة دونك الفيرينة اللي هي مكون اساسي من مكونات البيتزا وزنت هوني دجا عندي كيف كيف الموزاريلا عندي السبنيخ قاسية البصل عندي الريقوتا حاطر هي سبنيخ وريقوتا بش نطيبو السوس متاع البيتزا متاعنا بالجولدينة كيف كيف كريم ليكيد هيدا ملكلهم للسوسة وثوم كيف كيف دونك الفيرينة اللي بش ناخدموا بيها الباعة تقبل كل شي حضرت لها الخميرة خميرة الخبز بش نحطوا فيها بانسة متاع السكر بش تطلع الفيرينة وبش نحطوا فيها الملح بيان سور دونك بش بش نبديو يلزمنا مية وخمسين ميليليتر ما يبديو فيترين شوية بش نحطوا فيهم الخميرة تخمر وبش نزيدوهم البانسة متاع السكر التعاون السكر كي نحطوه مع الخميرة يعاون الخميرة بش تطلع فيسع فيسع ما تبتاش بش تطلع عنا نتخليوها تخمر شوية هذيك اللي بش نبديو نعجنو بها البات متاعنا هيدا المية وخمسين جرام ما اللي بش نستحقوها على الميتين وخمسين جرام فيرينة بش نبديو نعجنوهم بيانسخ في العجينة متاعنا امتاع افزا هك بش نحطو ملول الفيرينة هوني وبش نبديو نزيدو المي بشوية بشوية وهي تعجن في نفس الوقت استنا نحطو ساعة طرف الملح بش ما تجيش لعجينة متاعنا نقصة ملح وملغة باي هاي لالبيتخان متاعي هاي ايجا شوفوا لعجينة كيفاش تلمت الكلها وحضرت هاي بالخميرة متاحة بش نخليوها ترتاح شوية نخطيوها بحاجة ساحن وإلا بابي سيلوفان نخليوها ترتاح شوية الوقت اللي هي ارتحت وتطلع الخميرة تطلع بالعجينة احنا بش نحذرو السوس متاع البينار والغيكوتا هاي دي خليوها تخمر شوية بش نحذرو السوس متاع البينار والغيكوتا ما فيها حتى شي ما تخذش برشا وقت بش نحذرو البلام تاعنا حتينا المقلم تاعنا تسخن شوية اول حاجة بش نبديو بيها بش نبديو نحذرو بشيشة جولدينة نحطوها في وسط المقلم تاعنا ونخليوها تسخن شوية مش نكملو بعد نخلطو عليها البصل اللي قصينيه جيد الثوم كيف كيف وبالحاجة بالحاجة حتي اللي ننكملو نحذرو السوس متاعنا لكلها دونك ناخذو شوية جولدينة ونخليوها دونك نحذرو السوس متاعكم ينشحو برشا برشا ويجيو هكا لتكستور تبدا انكتووز دونك نحذرو برشا وميش ياسر ياسر جيريا وبالناس يخطوو جيو حاجة ياسر ياسر بنينا تسخن لنا الغولدينة واول حاجة بش نحطوها هي البصل اللي قصينيه جيد كي ما تشوفو هاكا هاكا الوقت اللي حذرنا احنا السوس لعجينا تبدا خمرت بايه السبنيخ راهو ناخذو ورقات السبنيخ شوفتوه كيفاشا ناخذو ورقات السبنيخ نحيوهم بالعراف متاحهم ما نخليوش عرف السبنيخ خاتر استينابش يخذ وقت شا في الطيب دونك ناخذو الورقة متاع السبنيخ نحيو الوراق ونخليو العراف على الشيراء الورقات هذو هما اللي نقصوهم جيدين نونك بعد السبنيخ هو اللي بش يتيب هوني يبدأ اسهل في الطيب وحتى في الماكلم بعد كي تبدأ تيكل ما يجيكش هاكا عرف السبنيخ على طوله تبدأ كين لوراق هذي يراهو في الحاجات اللي كي من هاكا مرقة الخضرة وكل حط انو حطها لبعضو في مرقة الخضرة ما نقصوش نحيو في الورقة ونخليو عرف الوحدو اما هوني هاكا يزم تكون نتكلو شوية تردبيلك في التفاصيل الصغيرة في الحاجات اللي كي ما البيتزا كي ما اللي تاخت البصل وهو دبل بش نزيدو عليه الثوم كيف الثوم هاو كمرحي ندبلوه شوية ونخلطو عليه هيكا السبنيخ اللي كي ما قلتلكم ناحينا العراف وخلينا كين لوراق بش يدبل هو زيدا فماش كون السبناخ يحب يفورو نوك تنجم تحضر السوس متاعك ودي بدا سبنيخ مفور طاب دونك زيدوه زيدا على السوس السبناخ ملح ماش بش نحطو برشا ملح بش نفوحوه بالفلفل لكحل السبناخ نعرفوه يسايب الملح متاعو ديه كي ما شوفنا سبناخد ذبلا هاوكا بش نزيدوه تاوه الكخيم لكيد خليوها تاخذ غلوه هيا بتبيعتها مبعد كي بش تمشي للفور ساوه كيفيش الكخيم لكيد مع الموزاريلا مع القوتا بشعتي حاجة ياسر ياسر نيش حاول تصور زيدا ببنينا وتعجبكم برشا هيدا منزيدوهش الريقوتا توتسويتا يبرد شوية وقت هنزيدوه ريقوتا قوتا شتقولوا انتو ما ريقوتا ولا قوتا كمحتش يقول هي غيقوتا هي يظهر لي اصل التسمية بعد احنا هون يقولولها غوتا ريقوتا ظل انتو وجيهات في التونس كل واحد كيفيش يسميها بيه هيدا تابت انتو فيو عليها نخليوها تبردت شايشة بش نكملو انزيدوها الغوتا كي ما قلتلكم بيه نحي هيدا ساعة ونجيب نحذر البلانش اللي بش نحل عليها العجينة اللي نتصور خمرت هيدي البلانش هيا العجينة متاعنا طوا بش نجيب ونحلوها وبش نحطوها في البلاتو اللي بش يمشي للفور هيدا شوفنا كي نحط ويدينا نلقاوها تغرق وعليت وتلمت لموها هاكا شوية وبش نجيو حلوها بالمدلك دونك انتو مو الخشنة متاع الباتو تحبو تعملوها باتو خشينا شوية احنا معروفة علينا لكن نحلو العجينة البيتزا في الديار دي ما تبدأ هاكا خشينا شوية دونك خلينا نقعدو في نفس لا تقطعنا عادة نعملوها الباتو بتاحا ماهيش جيدا مايش بش نعملو باتفين دونك هاكا نحلوها على كبر البلاتو بتاعنا مداما اكل السوس متاع البناغ بردت شوية بش نزيدو نخلطو عليها الريكوتا هو نجمو حتى ما نخلطوش راهو نجمو كيف نحطو العجينة متاع البيتزا نحطو السوس اللي فيها البناغ وفيها الكريم لكيد وفي الاخر نجيو للريكوتا ونفرتوها هاكا تفريت ما الفوق يظهولي بش نعملها كيكا انا وانتوما بعد تحبوها مخلطة في وسط السوس متاع البناغ ولا تحبوها هاكا دي طرنش يبدو ذاهرين وواضحين به هادي العجينة متاع البيتزا اللي بش نحطوها هوني نحاولو نحلوها هاكا قط قط هادي العجينة متاع البناغ هادي العجينة السوس متاع البناغ بالكريم لكيد هلا حلوها على البات الكل هاكا هادي العجينة متاع البناغ بعض ما كاملوا نحلوها ناخدو هاكا تروف همتاع القوتا نحطوهم فوق البيتزا بتاعنا ثم يضبوا قليلاً يحملوا من فوق واخر خمسة دقائق الفور دجا سخنا سخنا الفور مية وستين درجة نهزو البيتزا للفور نصيف ساعة من زمان الخمسة دقائق اللي خرينيين قبل ما نخرجوها ما ننسيوش باش نعملو هيك الرشا متاع الموزاريلا باش هكيكا تسيح ما تتحرقناش خاتكين حطوها من لول تتحرق